اشتركوا في القناة التي تقدمها عن بعد اذا في هذه الحصة ان شاء الله والتي تمثل الحصة السابعة سنتناول نصا كما في الحصة السابقة هذا النص سوف نشكل بعض الكلمات ثم الجملة التي تحتها خط ونجيب عن الاسئلات الفهم المتعلقة به وكذلك بعض الاسئلة المتعلقة بالضواهر اللعوية في مكويني التراكيب والصرف والتحويل اذا بسرعة نمر الى قراءة الاسئلة وفهمها وبعد ذلك نمر الى الاجابة عنها قال الاول اقرأ النص قراءة صامتة تحترم علامة الترقيم انتم اعزائي عزيزتي تقرؤون النص قراءة صامتة حتى يسول عليكم نعم فهم المعاني وشكل ما وضع سطر تحته في النص من كلمات ثم الجملة ثانيا اضبط بالشكل التام الجملة والكلمات التي تحتها سطر في النص اذا بعد قراءة النص قراءة متأنية صامتة تحترم علامة الترقيم سوف تقومون بشكل ما وضع سطر تحته في النص ثالثا ما اهمية الاشجار في حماية البيئة نعم هذه اسئلة متعلقة بمدى فهمكم للنص اذا سوف تقرؤون النص جيدا بعد ذلك تجيبون عني الاسئلة رابعا ما الادوار التي تقوم بها الشجرة لإسعاد الناس والترفيه عنهم اذا ما هي الادوار التي تقوم بها الشجرة لكي تسعد الناس وترفها عنهم كذلك هذا السؤال سنجيب عنه انطلاقا من فهمنا للنص نعم السؤال الخامس او الرابع ابدي رأيي في العبارة التالية عندما ترغب في الراحة والهدوء نتجه عادة الى الاماكن التي تغطيها الاشجار والمزروعات الجميلة اذا هذه العبارة في النص اذا سوف تعطي رأيك وتعلق على هذه العبارة انطلاقا من فهمك لما جاء به النص من المضامين فيما يخص حماية الغابة والبيئة بشكل عام خامسا استخرج من النص الأفعال المعتلة وأصنفها في الجدول التالي في هذا السؤال لدينا جدول ينقسم الى ثلاث خانات نعم وهذه الخانات تمثل انواع الفعل المعتلي المثال الاجوف ثم الناقص اذا سوف تستخرجون الافعال المعتلة الموجودة في النص وتصنفونها الى مثال واجوف وناقص السؤال السادس استخرج من النص جملة تتضمن فعلا مضارعا صحيحا وأضيف اليه اداة جزم لا لم ثم لي لا ولم ولهذه ادوات الجزم التي تجزم فعلا مضارعا واحدا اذا هذا كل ما يتعلق بقراءة الاسئلة نعم وفهمها وتلاحظون بان هذه الاسئلة بسيطة للغاية وسبق ان اجبنا عن الكثير منها في الحصة السابقة اذا نمر الان الى تصحيحها اذا السؤال الاول اقرأ النص قراءة صامتة تحترم علامات الترقيم اذا انتم تقرؤون النص قراءة صامتة تحترم علامات الترقيم ثانيا اضبط بالشكل التام الجملة والكلمات التي تحتها سطر في النص نعم سوف اقرأ النص قراءة جارية حتى اتمكن وتستمعون الى الشكل الجملة ثم الكلمات الشجرة والبيئة تقوم الاشجار والنباتات الجميلة التي تحيط بنا بتنقية الهواء الذي نتنفسه كما تعمل الاشجار على تلطيف حرارة الجو ثم ان الاشجار تساعد على تخزين الماء وتقي من حدوث الفيضانات وهي مساكن للطيور الجميلة فيها تبني اعشاشها كما انها مصدر غذاء رئيس للطيور ولكثير من الكائنات الاخرى ونحن عندما نرغب في الراحة والهدوء نتجه عادة الى الاماكن التي تغطيها الاشجار والمزروعات الجميلة كالغابات والحقول والحدائق اذا كما تلاحظون اعزائي عزيزتي فالنص يتحدث هنا عن الشجرة او البيئة بصفة عامة وما هو دور الاشجار نعم في حماية البيئة وما هي الادوار التي تقدمها لنا الشجرة للانسان والبيئة بشكل عام اذا بالنسبة للجملة تقوم الاشجار والنباتات الجميلة التي تحيط بنا بتنقية الهواء الذي نتنفسه بالنسبة للكلمات نعم الكلمة الاولى الاشجار لاحظوا معي هنا الاشجار اذا الاشجار هنا جاءت اسم ثم الكلمة الثانية الفيضانات هنا الفيضانات جاءت مضافا او جاءت نعم مضافا اليه كلمة الثانية انها مصدر لاحظوا معي هنا مصدر هو خبر ان مرفوع ثم لدينا الجميلة هنا اسم مرفوع وهو نعت تابع للمنعود ده كل ما يتعلق بالسؤال الثاني السؤال الثالث ما اهمية الاشجار في حماية البيئة اذا كما قلنا وكما استمعنا الى الشرح بان الاشجار تلعب دورا مهما في حماية البيئة اذا ما هي هذه اين تتجلى هذه الاهمية اذا تلعب الاشجار دورا مهما في الحفاظ على البيئة حيث تنقى الهواء الذي نتنفسه وتلطف حرارة الجو وتخزن الماء وتقي من حدوث الفيضانات اذا هذه الادوار نعم كلها تؤديها الاشجار نعم لكي تحافظ على البيئة نعم وقد استخرجنا هذه الادوار من النص انتم تستخرجون هذه الادوار كذلك من النص رابعا ما الادوار التي تقوم بها الشجرة لأسعاد الناس والترفيه عنهم اذا كذلك الشجرة هنا تقدم ادوارا ولها اهمية كذلك بالغة نعم تتجلى في اسعاد الناس والترفيه عنهم اذا تقوم الشجرة بعدة ادوار مهمة كما لاحظنا في السؤال الثالث لإسعاد الناس ومن بين هذه الادوار عندما يحس الانسان بالتعب ويرغب في الهدوء والراحة يتجه صوب الغابات والحقول والحدائق نحس اننا في حاجة الى الهدوء والسكينة بعيدا عن الضوضاء وبعيدا عن صخب المدينة اذا ماذا نقصد نقصد الغابات ونقصد الحقول والحدائق لكي نستمتع بالهدوء الذي قد تقدمه الغابات والحقول والحدائق تنى السؤال الخامس عفوا هذا السؤال الخامس ابدي رأيي في العبارة التالية عندما نرغب في الراحة والهدوء نتجه عادة الى الاماكن التي تغطيها الاشجار والمزرعات الجميلة اذا عندما نقرأ النص فنعطي رأينا انتم اعزائي عزيزي تعبدون رأيكم تعطون تعليقا على هذه العبارة اذا من الاماكن التي تشكلها الاشجار نجد الغابات والحدائق والحقول والبساتين اذا الاماكن التي تشكلها او تكونها الاشجار نجد الغابات والحدائق والحقول والبساتين نعم وهي اماكن تعتبر متنفسا لروادها الذين يقصدونها بحثا عن الهدوء والراحة نعم هي هذه الاماكن البساتين والحقول والغابات والحدائق هي متنفس لروادها معنى روادها اي زوارها الذين يقصدونها بحثا عن ماذا؟ بحثا عن الهدوء والراحة فهي الرئة التي يتنفس بها الإنسان لأن الإنسان عندما يقصد الغابة أو يقصد الحقول والبساتين والحدائق التي توجد بها الأشجار فهو يقصدها لكي يتنفس الهواء النقي أي فهي تعتبر بمثابة الرئة التي يتنفس بها لذلك وجب الحفاظ عليها من الأياد العابثة التي تخربها وتحطمها إذن إذا كانت الغابة أو إذا كانت الأشجار التي تكون الغابة نعم تقدم لنا هذه الخدمات ويتحافظ على البيئة وتسعد الناس وتقدم لهم الهواء النقي إلى آخرهم وهناك العديد من الأدوار التي تقدمها الغابة إذن فماذا يجب علينا القيام به لكي نحافظ عليها؟ إذن يجب علينا أن نحافظ على البيئة الطبيعية أي بالمحافظة على الغابة من أحطيمي ومن العبث نعم خامسا أو سادسا أستخرج من النص الأفعال المعتلة وأصنفها في الجدول التالي إذن هنا استخرجت جميع الأفعال المعتلة وقمت بتصنيفها هنا داخل الجدول بالنسبة للفعل المثال لا يوجد أي فعل مثال داخل النص بالنسبة للفعل الأجوف لدي ثلاثة أفعال الفعل قام حاط ثم ساعد إذن نعم أنتم في النص لديكم الأفعال في زمن المضارع إذن تحولونها إلى زمن الماضي لكي تصنفونها هل هي أفعال نعم في المثال أو الأجوف أو الناقص كذلك لدي الفعلان ناقصا بانا ثم غطا إذن نمر إلى السؤال السادس أستخرج من النص جملة تتضمن فعلا مضارعا صحيحا وأضيف إليه أداة جزم لا لم لي إذن كما قلنا لا ولم ولي هي من أدوات الجزم التي تجزم فعلا مضارعا واحدا لا نعم تسمى لنهي لم تفيد الناف ولي تفيد نعم هؤلام الأمر إذن ماذا نقول نرغب في الراحة والهدوء إذن نقول لا نرغب في الراحة والهدوء لاحظوا معي عزيزتي هنا لا لا تفيد الرف وإنما تفيد النهي لا تنرغب في الراحة والهدوء وقد وضعت علامة تعجب نعم آخر الجملة ثم لم نرغب في الراحة والهدوء لم هنا تفيد الرفض نعم كذلك الجملة الثالثة باستعمال لام الأمر لنرغب في الراحة والهدوء إذن لاحظوا معي هنا الفعل نرغب نعم عندما دخلت عليه هذه الأدوات وهي أدوات الجزم نعم جزمته إذن أعزائي عزيزتي أتمنى أن تكونوا قد استفدتم نعم من هذه الحصة أشكركم على حسن المتابعة ومرحبا بتساؤلاتكم واستفساراتكم إلى ذلك الحين دمتم في حفظ الله ورعايته وإلى حصة مقبلة بحول الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة